لا تسمع عائلات المعتقلين بتهم كيدية وطائفية بخبر يتعلق بمصير أبنائها إلا وجددت بصيص الأمل بخروجهم حتى ولو كان ذلك مجرد خلم قانون العفو العام الذي أشعل الجدل بسبب ضبابيته وعرقلة أحزاب نافذة لإقراره لطالما دفع أهل المعتقلين إلى مطالبة حكومة السودان بتنفيذ وعودها نحو تشريع قانون العفو العام وإخراج جميع المعتقلين بالتهم الكيدية والمخبر السري وإبعاد هذا الملف الإنساني عن المزايدات السياسية أهل المعتقلين يتظاهرون في بغداد ومحافظات أخرى بين الحين والآخر وهم يدركون أن الأحزاب السياسية تتاجر بمحنتهم وتقدم الوعود الزائفة خلال فترة الانتخابات والتي ذهبت كلها أدراج الرياح بعد تسنم المناصب الرفيعة مؤكدين أن السياسيين لا تهمهم ألام ذوي المعتقلين وأبنائهم وتنشد العائلات المنظمات الدولية المختصة بحقوق الإنسان بضرورة التدخل في ظل التجاهل الحكومي المستمر لمطالبهم وجعل إقرار القانون رهن السجالة السياسية بين الأحزاب بعيدا عن بعده الإنساني ويرى قانونيون أن هناك حاجة فعلية لإقرار قانون العفو العام بسبب اكتظاظ السجون وانتشار الأمراض فيها فضلا عن وجود أعداد كبيرة من المعتقلين سجنوا ظلما وهؤلاء المعتقلون هم من تريد لهم الميليشيات والأحزاب النافذة أن يبقوا في معزل عن العفو العام إذ لا مشكلة لديها في العفو عن مرتكبي الجرائم ومروجي المخدرات لكنها لا تريد لملف الاعتقال الطائفي أن يفتح مجددا ويكشف عن فضائع ارتكبت بشكل كبير لسيما في السنوات الأخيرة مراقبون خففوا من سقف جدوى قانون العفو العام في حال إقراره ورأوا أن النظام السياسي الذي يحكم البلاد بعقلية طائفية لن يقدم على أي خطوة تنظر للمظالم التي وقعت على العراقيين بعين العدالة والمواطنة